موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار الرئيسية من قناة بلقيس والبداية بابرز العنوين المبعوث الاممي يعلن تأخير موعد انطلاق المشاورات اليمنية في الكويت لازلنا حريصين على الاستمرار مع الطرف الاخر حتى نصل الى وقف كامل لاطلاق النار الميليشيا تواصل خروقاتها في تعز وتظاهرات تندد باستمرار القصف والحصار اللجنة الاغاثية تكشف عن خارطة طريق لعادة اللاجئين اليمنيين من جيبوتي الى منازلهم موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ معكم اليوم فتح ملف خاص لتغطية اخر المسجدات وتطورات المرافقة لمحادثات السلام في دولة الكويت برعاية الامم المتحدة موسيقى اعلن المبعوث الاممي لليمن اسماعيل والد الشيخ تأخر موعد مشاورات السلام اليمنية التي كان مقررا انطلاقها اليوم في دولة الكويت وقال والد الشيخ ان الامم المتحدة تعمل على تخطي تحديات الساعات الاخيرة مطالبا الوفود باظهار حسن النية والحضور الى طاولة للحوار من اجل التوصل الى حل سلمي ودع المبعوث الاممي جميع الاطراف الى عدم تضيع هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الارواح وبنى المفترض ان تضع حلا لدوامة العنف في البلاد الى ذلك حث الاتحاد الاوروبي كافة الاطراف اليمنية على المشاركة في المفاوضات بنوايا مخلصة وبشكل بناء وتنفيذ تدابير عملية لبناء الثقة من خلال الاتزام ببنود وقف اطلاق النار واضف في بيان له ان وقف الاعمال العدائية في اليمن هو امر اساسي لتقديم المساعدات التي من شأنها انقاذ ارواح ملايين الاشخاص في المناطق التي يصعب الوصول اليها في اليمن واكد الاتحاد الاوروبي دعمه الكامل لجهود الامم المتحدة لتحقيق انفراج في المفاوضات السياسية الشاملة بما ينسجم مع المرجعيات الدولية والقرارات الاممية وخاصة القرار الفين ومئتين وستة عشر على صعيد متصل قال وزير الخارجي عبد الملك المخلافي ان الوفد الحكومي للمحادثات وصل الى الكويت في اطار التزام الحكومة وحرصها على احلال السلام ووقف نزيف الدم واكد المخلافي حرص الحكومة على نجاح المشاورات وتحقيق السلام والتمسك بالمرتكزات التي ستستند اليها المباحثات والمتمثلة بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية وفي السياق ذاته قال عضو الفريق الحكومي في المفاوضات عبد العزيز جباري ان لدى الحكومة قاعدة بيانات بجميع المختطفين والمحتيزين في سجون ميليشيا الحوتي وان قضيتهم ستطرح ضمن اولويات النقاش في الكويت واضاف الوزير في تصريحات صحفيا القيادة السياسية اعطت الفريق كامل الصلاحيات للتوقيع على اي اتفاق يفضي لعودة مؤسسات الدولة وانسحاب الميليشيا واطلاق صراح المحتجزين والمختطفين بما يعيد الاستقرار للبلاد على صعيد متصل قالت وكالة رويترز ان وفد الحوثين وشركائهم لا يزال في العاصمة صنعاء مبررين تغيبهم بعدم تسلمهم اجندة واضحة للمشاورات وعدم تثبيت وقف اطلاق النار ووقف غارات التحالف وكان الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام قد اكد في وقت سابق تسلم مسودة الانفاوضات من الام المتحدة واعادتها بعد تقديم الملاحظات عليها تأجيل اخر يؤخر انطلاق المباحثات بين الحكومة وممثل الميليشيا في الكويت ويجعل مصيرها معلقا بعد اعلان الخارجية الكويتية تأجيل المباحثات الى اجل لم يحدده الاعلان وفد الميليشيا الذي كان من المفترض ان يلحق بوفد الحكومة بالكويت بقى في صنعاء متذرعا بضرورة ايقاف الحرب قبل بدء المباحثات بينما قواته على الارض هي من استمر بخرق الهدنة منذ الدقائق الاولى لدخولها حيث التنفيذ وحتى اللحظة وفي جميع الجبهات مسيرة اشهر من التحضيرات التي بدت ناجزة هذه المرة انتهت الى ذات الطريق المسدود للجولات السابقة حيث الاتفاق على اجندة المباحثات ولا امل بخروجها باتفاق ينهي الحرب ان المحادثات التي سوف تنطلق للكويت بالثامن عشر ربليل نيسان الجاري تهدف الى التوصل الى اتفاق شامل لانهاء الصراع واستيناف حوار وطني جامع وفقا لقرار مجلس الامن 20216 وبينما يؤكد المبعوث الاممي ومسؤول الحكومة ان المباحثات ستطمع ورحل الاتفاق على الية لتنفيذ القرار الاممي 22-16 يبدو ان الميليشيا هدفا اخر واجندة مختلفة خصوصا مع استمرار الميليشيا بارسال تعزيزات كبيرة الى جبهات القتال واهمها جبهة نهم على مشارف العاصمة صناع لا يبدو ان الامر متعلق فعلا باجندة المباحثات حيث سبق اكدت الميليشيا على لسان متحدثيها بانها تلقت رسالة المبعوث الاممي بشأنها وردت عليها وهو نفس الامر الذي فعلته الحكومة فيما كان المتحدث باسم الميليشيا يؤكد في وقت سابق انهم على استعداد لتسليم السلاح وتطبيق القرار الاممي وعندما وجدت الميليشيا نفسها على بعد خطوة من التطبيق العملي لذلك تراجعت مباحثات الكويت التي كان اليمنيون يعلقون عليها امالا عريضة لانهاء الحرب ومعاناتهم الطويلة جراءها تبدو محطة اخرى للفشل مع استمرار الميليشيا في لعبتها المميتة حياكم الله مشاهد اكرام وفي ملفنا الخاص بالمفاوضات في الكويت معنا الآن عبر الهاتف من الكويت الصحفي سام الغباري سام مساء الخير مساء النور أهلا بك سام سام ما الذي رشح حتى اللحظة في الكويت بعد تغيب وفد الميليشيا في اليوم الأول الذي كان من المفترض أن تبدأ فيها المفاوضات في الكويت طبعا أخي الكريم أصدر مبعوث اليمن المتحدة أسمع الولد الشيخ بيانا قبل قليل شكر فيها الوفد الحكومي على تواجده ودعا الوفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بتواجد داخل الرياء داخل الكويت والامتثال للمفاوضات ضمن إطار واحد وفي إطار التنسيق لتنفيذ القرار في عشرين سبتاش نعم بكل فتاصيله نحن الآن ما زلنا ننتظر وصول وفد الحوثيين أردنا فقط جميع وسائل الإعلام هنا وجميع كل من يشارك في المفاوضات أن تحميل الحوثيين المسؤولية المباشرة إدراك الأمم المتحدة وإدراك العرب ودول التحارف جميعا أن الحوثيين لا يريدون سلاما على الإطلاق أنهم يريدون فقط المواجهة بالسلاح وأعتقد أن هذا هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الحوثيين نعم الحوثيين أثبت للعالم الآن أنهم لا يريدون سلاما سام موقف الحكومة من هذا التأخير من قبل الميليشيا وعدم الحضور بحسب الوقت المحدد الموقف الحكومي إلى الآن ليس هناك موقف حكومي واضح لأن الحكومة في مقرها في المحدد داخل العاصمة الكويتية بانتظار وصول الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح ما يجري الآن هو مناشدات من قبل الأمم المتحدة نطالب الآن بوسائل ضغط عالية وقوية لإلزام الحوثيين بالوصول إلى العاصمة الكويتية هل من أنباء من قبل المبعوثة الأممية أو بعض في الخارجية الكويتية بأن الحوثيين ملتزمون وأنهم سيصلون تتبعا قبل قليل كان هناك أنباء عن مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الكويتية لكنه يبدو أنه تأجل أيضا كان هناك أنباء عن مؤتمر صحفي لسماعيل ولد الشيخ يبدو أيضا أنه تأجل لكنه استعد عنه ببيان نعم أعتقد أن البيان وصل إليكم نعم ونقلت معها على شاشاتكم هل حدده نعم سام هل حدده مثلا وقت للمفاوضات بأن تستأنف مثلا غدا أو يوم غدا أم لا زال الأمر في طي الكتمان ستستأنف يوم غدا إذا وصل الحوتيين ووفد الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الكويت وأرحب أيضا في الاستوديو بضيفنا المحلل السياسي السيد أحمد الزرغ سيد أحمد هلن بك معنا في هذه النشرة بداية سيد أحمد رغم التحضيرات الكبيرة يمكن استمرت لأكثر من أشهر المفاوضات في أول يوم الذي كان من المفترض أن تبدأ فيه لم تلتزم الميليشيا وطرفية الإنقلاب بالحضور بحسب الوقت المحدد وإعلانهم رسميا بأنهم سيشاركون في هذه المفاوضات بالتأكد هذه ليست المرة الأولى التي يتخلى فيها وفد الحوثيين والمخلوع صالح عن مشاركة في الالتحاق بالمفاوضات شهدنا مثل هذا الموقف فيه خلال مباحدة جنيفة الأولى عندما تأخر الوفد لأكثر من 14 ساعة وبالتالي حضر الأمير العام المتحدة ولم يحضر الحوثيين وبالتالي لا يوجد هناك رد فعل قوي عندما يتعامل الحوثيين أو يروا أن هناك تراخي من المجتمع الدولي تراخي من الاستجداء من الأمم المتحدة ومن بقية الأطراف أيضا عدم توجه أطراض أو خطاب شديد اللهجة يستمر في مثل اتخاذ هذا الموقف الحوثيين يريدون في امتصاص الحماس العالي رداء الأطراف المختلفة سواء في الحكومة حماس الموافقة وذلك التوقعات يعني العالم الآن يعني هناك ضغط كبير جدا لإيجاد حل سريع وفوري وجذري للمسألة اليمنية هم أيضا موضوعا تحت ضغط معين هم يريدون امتصاص هذا الضغط وهذا الحماس اليوم بانتظر أيضا ماذا سيقول الممتحدة ماذا ستقول الدول الثمانية عشر الرأي المبادرة الخليجية وبالتالي هم تعودوا أن يحاولوا أن يتحكموهم في مسارة اللعبات هل تعتقد بأن المجتمع الدولي هذه المرة رغم هذه التحضيرات والإعلانات سيعطوهم فرصة أخرى للمراوغة؟ الموقف الدولي غير الواضح وغير الحاسم هو سبب مثل هذا الموقف كان هناك انقسام بشكل كبير جدا في المجتمع الدولي كان هناك محاولة للضغط على السعودية للضغط على الأطراف الأخرى بالسماح بالتفاوض مع الميليشيا وبالتالي التعامل معها كطرف سياسي وليس كميليشيا لاحظنا خلال الفتر الماضي أن هناك تفاهمة جانبية بين الميليشيا وبين المملكة العربية السعودية لاحظنا أيضا أن هناك تقارب في وجهات النظر إلى حد ما هناك مصالح مشتركة وبالتالي هم يرون الذهب إلى الكويت وليس إلا تحسي الحاصل كان الهدف الأساسي وامتصاص الرد الفعل القوي من المجتمع الدولي ومن المملكة العربية السعودية التفاهمة التي ذكرتها سيد أحمد بالنسبة للحوثين وميليشيا الحوثين هذه تخدم المفاوضات كما يقول الكثير بأنها قد تقرب وتعجل من حل سياسي للأزمة اليمنية وهذا ما يجعل الرئيس المخلوع خارج إطار اللعبة هل تعتقد بأن الرئيس المخلوع فعلا خارج هذه المفاوضات أولا نبد من الإشارة إلى أن التفاهمات هناك تبادل أدوار بين الميليشيا وبين صالح هناك أحدهم يقدم رجل والآخر يؤخر رجل هناك من يذهب إلى المفاوضات وهناك من يستميث في القتال في الداخل لو كان هناك نية حقيقية لو وجدنا أن هناك تسوي أولا على مستوى الداخل لكن ما يحدث الآن هو محاولة تخفيف الضغط محاولة تحييد المملكة العربية السعودية من الملف الليمني مثل ما تم تحييد الإمارات وربما تحويلها إلى طرف في السراع الآن للتفرغ للملف اليمني الداخلي والاقتصال هل تعتقد ستنجح الميليشيا مثلا في تحييد المملكة العربية السعودية التي تثبنى هذا التدخل من التعارف العربي الموضوع ليس قدرة على التحييد المملكة بشكل كبير جدا لكن محاولة لتخفيف الضغط تخفيف أيضا دعم الحكومة والشرعية هناك محاولة أن يتم تسوية بوجود الميليشيا وهذا ربما كان متوقع أن يتم لكن تم تداركه بإلغاء أو بإقالة خالد بحاح وتعين بن دغر وعلي محسن المكان وبالتالي نحن الآن أمام مرحلة حاسمة يجب أن يقول للناس أن هناك قرارة دولية هناك إجماع على حل هذه المشكلة وما يحتلم هو مماطرة واستنزاف لجهود اليمنيين وأيضا جهد العالم الدولي الأمم المتحدة هي المعنية بشكل كبير جدا والمبعوث الأممي عليها أن يقول كلمة واضحة ولا أعتقد أن الآن هناك المجتمع جميعا يسلط الضوء على الأزمة في اليمن الميليشيا ما زالت تتمنع تريد تحقيق مكاسب تم تدليها بشكل كبير جدا حققت مكاسب كبيرة جدا إلى الآن ما زال علي عبدالله صالح يمثل خطرا كبيرا ولم يتم استهدافه لا من قبل التحالف ولا من قبل المجتمع الدولي ما زال يعني ينعم بالحركة وما زالت أمواله موجودة وكذلك وبالتالي لا بد من أولا قطع رأس الأفعاء كي يتم الخروج أو الوصول لتسوية نعم كيف تقرأ سيد أحمد تجاهل بيان ولد الشيخ اليوم قبل ساعة من الآن فيما يخص عدم تغيب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع عن المفاوضات في الكويت بأن المفاوضات ستنطلق من المبادرة الخليجية ومخرية الحوار الوطني وتجاهلت بشكل واضح القرار الأممي 2216 وهو الأساس في هذه المفاوضات ليس هناك باعتقد أن القرار أو الحديث البيان هو كان بيان إجرائي للوقت مقتضب لكن المبادرة الخليجية أو القرار 2216 هو قائم أصلا على مقرجات الحوار اليمني وقائم على المبادرة الخليجية وبالتالي القرار الأممي أصبح موجود ولا يمكن للمبعث الأممي أن يستثنيه ولا يمكن لأي طرف آخر لأنه هناك قرار دولي بإجماع الدول الجميع وبالتالي الحديث عن أن سقف المفاوضات تغير لم يتغير شيء لكن الأمم المتحدة تتعامل ببال طويل جدا وبصبر وبالتالي هذا لا يتحمله اليمنيون ولا يتحمله الوضع الآن اليمنيون أمام مشارف أزمات إنسانية وأمام مشارف كوارث حقيقية هناك الآن تنامي للنزاعات المحلية هناك من يريد فصل الجنوب هناك من يريد فصل إقليم سقطرة هناك من يريد دولة في حضرموت وبالتالي كلما تأخرت المعالجات والحلول السياسية كلما تعقد المشهد أكثر كان هناك فرصة كبيرة جدا عندما تم طرد الميليشيا من الجنوب أن يتم مواصلة العمل باتجاه تحرير تعز وتحرير صنعاء من أجل تحجيم حجم هذه الميليشيا وأن تعرف حجمها وأن تكتفي من الاستئثار بحياة اليمنيين لكن يبدو أن هناك صفقات تدور تحت الطاولة وما زال الموقف الإيراني واضح وما زال الموقف الإيراني حاضر بشدة ولو من تحت الطاولة ما زال هناك وكلاء لإيران موجودين وبالتالي ما زال هناك ضغط دولي على الحل السياسي النهائي نعم سيد أحمد دهي أقل من نص دقيقة في حال فشلة المفاوضات النتائج ماذا تتوقع؟ لا جديد سستعود المواجهات من جديد وسنعود إلى ما قبل يعني ما مات لجنفة الأولى والجنفة الثانية المواجهات ستستمر في الميدان لكن لا بد أن أيضا يتم إدراك أن هذه المرة إذا عادت الأطراف خالية الوفاوض يعني الميليشيا ستحاول العودة بقوة إلى الجنوب وإلى مارب وإلى جميع المناطق المحررة وبالتالي ستكون هي المعركة لأن العالم الآن هناك تملم الكبير جدا من بقاء الأوضاع في اليمن بين الحياة والموت وبالتالي المستفيد الكبير هي الميليشيا وبالتالي لا يجب لتاحة الفرصة للميليشيا كي تستعيد أنفسها أشكرك جزيلا شكرا المحلل السياسي السيد أحمد الزراوف من تمعنا في هذه النشرة شكرا لك ميدانيا قالت لجنة التهديئة في تعز إن الميليشيا تواصل خروقاتها وحصارها على المدينة تحت مبررات وحجج واجهية وقال رئيس لجنة الرقابة على وفق رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار في تعز عبد الكريم شيبان إن الميليشيا لم تلتزم بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي متذرعين بحجج واجهية ومطالبين بمهلة لتحقيق ذلك وأوضح شيبان في تصريحات صحفية أن الاشتباكات لا تزالوا مستمرة وإن كانت بحدة أقل مكانت عليه في السابق مشيرا إلى أن عدم تنفيذ كافة بنود الاتفاق لن يكون مجدياً وفي تعز أيضاً خرجت مسيرات تندد باستمرار الميليشيا في مجازيرها وعدم التزامها بوقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدينة مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل بالتزامن مع انطلاق المشاورات في الكويت يخرج أبناء هذه المدينة في مسيرة شعبية للتنديد بما يتعرض له أبناء هذه المدينة من مجازر ترتكبها الميليشيات الإنقلابية وعدم التزامها بوقف إطلاق النار فيما تؤكد لجنة تثبيت وقف إطلاق النار التزامها بذلك الاتفاق والسعي من أجل التزام جميع الأطراف الموقعة عليه وتم تشكيل لجنة هنا لتنفيذ هذا الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار ووقعنا الاتفاق معهم وكنا متفائل خيرا بوجب عدوم وخرجنا إليهم وتكبدنا المصاعب والمشاق وتعرضنا لإطلاق النار حتى نحق ندماء اليمنيون ونحق ندماء أبناء تعز ولكن للأسف الشديد اليوم الثالث ولم يتم تنفيذ أي شيء من الاتفاق لازمنا حريصين على الاستمرار مع الطرف الآخر حتى نوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وفك المنافذ للمحافظة المسيرة الشعبية التي شارك بها الكثيرون من أبناء هذه المدينة تلبية لدعوات الاحتشاد الذي لم يسبق له مثيل منذ دلاع الحرب هنا في تعز من أجل إيصال رسائلهم للمتحاورين على طاولة المشاورات في الكويت خلق التعز اليوم لتؤكد وضوص الرسالة مفادها بأن قضية تعز أكبر من قضية حصار إن لم يعالقوا السبب الذي هو قدوم الميليشيا الحوثية من خلف من قبل مرنب مساندة أبناء تعز مساندة بعض من أبناء تعز إن لم يعالقوا السبب فإن حوارهم لا يعني استمرارية اختراق الهدنة وحصار المدينة وقصفها بالأسلحة التقيلة من قبل الميليشيا والهجمات المتكررة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني كلها ملفات كان ينبغي النظر إليها قبل بدء المشاورات في الكويت كما يقول هؤلاء مع انطلاق المشاورات في الكويت يستمر أبناء هذه المدينة بالخروج بالمسيرات الشعبية التي تطالب برفع الحصار عن المدينة ووقف اطلاق النار حمزة أمين قناة من قيس تعز على صعيد ذاته أعلن المجلس العسكري في محافظة تعز أن ميليشيا الحوثي والمخلوع لم تلتزم باتفاق وقف اطلاق النار وفتح المنافذ المؤدية إلى تعز أمام المساعدات الإنسانية وقال رئيس عمليات المجلس العقيدة عبد العزيز المجيدي أن الميليشيا لا تزال تواصل عملياتها العسكرية من خلال قصف الأحياء السكنية والمواقع التابعة للجيش والمقاومة وعضف المجيدي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة ملتزمون بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في وقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد مشيرا إلى أن الميليشيا تدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية في خطوة تصعيدية تعقد من تطبيق اتفاق التهدئة ونبقى في تعز حيث استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب سبعة آخرون جراء القصف الذي تعرضت له عدد من الأحياء السكنية فيما قتل جندي من حراسة قلعة القاهرة جراء القصف المتواصل للميليشيا وعلى صعيد متصل عزز الجيش الوطني والمقاومة من تواجدهما في مناطق التماس بجبهات الوازعية والصبيحة لمواجهة محاولات الميليشيا بالتقدم أكثر ما يثير المخاوف اليوم في هذه الجبهة هو وصول الميليشيا إلى هذه المناطق آخر نقاط التماس في اتجاه المحافظة الجنوبية وتحديدا ما بعد مديرية الوازعية حيث يعبرها الآن موكب لقائد عسكري رفيع هو العميد عبدالغاني الصبيحي قائد لواء زائد أو ما كان يعرف بالصولبان سابقا بدأ الرجل بعدد من الزيارات في المنطقة في محاولة تعزيز مواقع الجيش والمقاومة الشرط المسبق لأن يتوقف زحف الميليشيا وأن لا يصل إلى مناطق المضاربة ورأس عميرة هو إنشاء طريق لتوصيل المعدات القتالية التي طالب بها أبناء المنطقة ووعد العميد الصبيحي بتنفيذها أو بدأ العمل في الجبال الاستراتيجية المطلة على أكثر المنافذ بحسب مصادر هناك الزيارة التي يجريها قائد لواء زائد تأتي ضمن جولة تفقدية للجبهات التي ينتشر فيها جنود اللواء من أبناء الصبيحة والوازعية في حدود المديرية وباب المندب ومناطق عدة كالمنصورة والبارحة والخزم والمجرة حيث يعتبر هذا اللواء أحد الألوية التي أنشئت بعد تحرير بعض المحافظات ويعول عليه في مهمة استكمال التحرير بشكل عام إلى محافظة مأرب حيث وقع ممثلون عن الحكومة وآخرون عن الميليشيا اتفاقا لوقف إطلاق النار وقالت مصادر محلية أن الاتفاق الموقع من قبل أعضاء اللجنة قضى بتثبيت وقف الأعمال القتالية بين الطرفين في كل من مديريات صرواح الجدعان حريب العبدية كما نصت بنود الاتفاق على إيقاف التحشيد والتعزيزات العسكرية إلى جميع الجبهات وتسليم خرائط الألغام والتوقف عن الاعتقالات إلى ذلك قالت منظمة حقوقية في محافظة مأرب أنها رصدت أكثر من تسعة آلاف حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في المحافظة منذ أغسطس من العام 2014 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي محافظة إبشنة الميليشيا حملة اختطافات في إحدى القرى التابعة لمديري تيريم وقالت المقاومة الشعبية في بيان لها أن الميليشيا اقتحمت قرية الحزة في مدينة كتاب التابعة لمديري تيريم وداهمت عددا من البيوت وبحسب البيان فإن الميليشيا نفذت حملة اختطافات واسعة طالت عددا من أبناء المنطقة في محافظة البيضاء شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفا عنيفا على قرى سكنية وحاولت التوغل في مواقع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستغلة اتفاق التهدئة لتحقيق انتصارات على الأرض وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبا إن الميليشيا شنت هجوما وقصفا عنيفا على عدد من قرى البيضاء محاولة التقدم نحو المدينة وبحسب الوكالة فإن الميليشيا تحاول استغلال التهدئة لتعزيز قواتها بغية التقدم في بعض المواقع العسكرية في الجهة الشرقية الشمالية أعلنت المقاومة الشعبية في محافظة الجوف أن نحو عشرين من أفرادها قتلوا وأصيب أكثر من عشرين آخرين برصاص ميليشيا الحوثي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وقال المتحدث باسم المقاومة عبدالله الأشرف إن الميليشيا شنت خلال الأسبوع الماضي هجمات على مواقع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل من المصلوب والعقبة والغيل وتم التصدي لها وأضاف الأشرف أن الميليشيا فجرت أحد المساجد ومنازل الأربعة من قيادات المقاومة في مدينة المتون معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا وتحديا واضحا للتهدئة وفي محافظة أبيان جددت طائرات التحالف العربي غارتها على أهداف لتنظيم القاعدة في المحافظة وقالت مصادر محلية أن القصف الجوي للتحالف استهدف مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في مدينة زنجبار عاصمة أبيان ومواقع أخرى في الطريق الرابطي بين محافظتي أبيان وعدن وبحسب المصادر فإن انفجارات سمع دويها في مدينة زنجبار فيما يتوقع أن القصف طال منزل القيادية القبلي المقرب من تنظيم القاعدة طارق الفضلي إلى محافظة عدن حيث توافد الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي إلى المدينة لإحياء فعالية تدعو لحق تقرير المصير وتسليط الضوء على ملف القضية الجنوبية في محادثات الكويت مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل مع احتشاد متظاهري الحراك الجنوبي في ساحة العروض حضور أمني كثيف لحماية المتظاهرين هذه المرة لا لقمعهم كالسنوات التي خلت الأمن المركزي السابق كان قوة قمعية ولكن الأمن المركزي الحالي هو الشعب المظاهرة التي دعت إليها فصائل الحراك بالتزامن مع بدء قلسات المفاوضات المعقدة في دولة الكويت بين الأطراف المتنازعة في اليمن تهدف إلى إيصال صوت القضية الجنوبية وعدم تهميش مطالبها حسب تعبير المحتجين نظر المفاوضات التي تحصل فيها الكويت يأكد للعالم الدولي والأغليمي والمحلي بأنه يريد شعب الجنوب استعادة دولته وتغرير مصير سنة تاسعة من عمر حراك بدأ بمطالب حقوقية ثم تطورت في ظل قمع النظام السابق وتعثر ثورة التغيير إلى مطلب الانفصال أو استعادة الدولة بحدود ما قبل عام 1990 الحرب التي شنتها ميليشيا الحوث والمخلوع ضاعفت من اتساع هذا المطلب وانتشار هذه الأعلام كعلامة يأس عززها تعثر مشروع الدولة الوطنية الجامعة وفشل الحكومة الشرعية إذ انتظرت هذه الجموع أشهرا طويلة بعد الحرب لترسي نموذقا مطمئنا في المناطق المحررة قضية الجنوبية لا عدة حلول لكن نحن كنظري أنا كصحفي أن الحل الأقرب لنا هو استعادة الدولة كاملة بحدود تسعين ولكن استعادة الدولة نحن الآن نرى أن الفيدرالية بقليم جنوبي وقليم شمالي بحدود تسعين وتقرير مصير الشعب الجنوبي هو الأقرب إلى حل استعادة الدولة الجنوبية اختلاف الحلول المقترحة للقضية الجنوبية بين ما يأمله الحراكيون وبين الممكن في ظل الشرعية القائمة والتوازنات الإقليمية لا يثني هذه الجماهير من الاستمرار طالما ظلت المظالم التي أخرقتهم قبل تسع سنين وطالما ظلت قضيتهم دون حل عادل وممكن أصوات هذه الحشود بمطالباتها الصريحة موجهة إلى المتفاوضين في الكويت ومهما تكن درجة الاستجابة على الطاولة يظل للقضية الجنوبية ثقل في الشارع لا يخفى على أحد آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن بقنا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل في صنعاء نسخ شعبية للكتب والصحف جراء القيود المفروضة على حرية النشر المبعوث الأممي يعلن تأخير موعد انطلاق المشاورات اليمنية في الكويت لازمنا حريصين على الاستمرار مع الطرف الآخر حتى نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار الميليشيا يتواصل خروقاتها في تعز وتظاهرات تندد باستمرار القصف والحصار اللجنة الإغاثية تكشف عن خارطة طريق لعادة اللاجئين اليمنيين من جيبوتي إلى منازلهم من جديد أهلا بكم قالت مصادر حقوقية أن الحوثين اختطفوا منذ نحو أسبوع الحاخام يحيى يوسف واثنين آخرين من الطائفة اليهودية في العاصمة صنعاء وسط مطالبات بالإفراج عنهم وعن جميع المخفيين قسرا في سجون الميليشيا وكان سبعة عشر من الطائفة اليهودية قد غادروا اليمن إلى إسرائيل في مارس الماضي فيما قالت تقديرات إن نحو أربعين من الطائفة اليهودية لا يزالون في اليمن رافضين المغادرة ونبقى في صنعاء حيث لجأ أصحاب الأكشاك والمكتبات لطباعة الكتب بطريقة شعبية بعد تحميلها من شبكة الإنترنت بسبب توقف حركة استيراد الكتب والقيود المفروضة على حرية النشر جراء الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق الصحف ووسائل الإعلام التقرير التالي والتفاصيل على هذا الرصيف في أحد شوارع العاصمة صنعاء يجد القراء ما يريدون اقتناءه من الكتب مساحة توفر على غير عادتها الكتب الثقافية والسياسية باختلاف أنواعها وبأسعار زهيدة لم تؤثر في حركة بيعها الأوضاع المتردية في البلاد الرواية أبو ثلاثة أبو واربع واربع وخمسات الأن سعرها بخمسمائة ريال لأننا أطبعها في السوق السوداء لا يوجد رقابة لا يوجد أحد يكلمه بسبب الأوضاع على البلاد في الوقت الرهن الكل يطبع بدون أي مساء انتشرت تلك البساطات في شوارع المدينة بشكل ملفت موفرة معظم الكتب حديثة الإصدار يقول باعة هذه الكتب أنه يتم تحميلها من شبكة الإنترنت وطباعتها في مطابع محلية دون اكتراث بالحقوق الفكرية للكاتب ودور النشر فهي بالنسبة لهم مصدر دخل قد يوفر لهم بعض المال وينتشلهم من رصيف البطالة طبعا لجأنا إلى الطباعة الشعبية يعني ننزلها من النت ونوفر للزبن على حسب الطلب ونطباعة طباعة شعبية عادي لم تمنع الحرب المواطنين من القراءة كما يقولون هنا وأضحت الكتب ملاذا لهم مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومع ارتفاع أسعار الكتب يلجأ القراء إلى هذه الأرصفة لأخذ ما يشبع رغبتهم في القراءة والإطلاع على صعيد آخر توفي خمسة مواطنين في محافظة ريمة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وقالت مصادر محلية أن الأمطار الغزيرة تسببت بتدفق سيول وانهيارات سخرية في مديرية الجعفرية ما تسبب بوفاة خمسة أشخاص وإصابة آخرين كما تسببت الأمطار بتهدم عدد من منازل المواطنين وقطع الطرقات ونفوق عدد من المواشي وأضرار مادية أخرى في محافظة الحديدة يهدد مرض حم الضنك المواطنين في ظل غياب برامج التوعية ووسائل مكافحة الملارية المتمثلة في الرشي الوقائي وبحسب المصادر المحلية فقد أصيب العشرات من أبناء المدينة جراء المياه الراكدة التي سببها تدفق السيول المختلطة مع مياه الصرف الصحي تشكل هذه المياه الراكدة مصدرا رئيسيا لجلب الأمراض والكثير من الأوبئة المنتشرة اليوم في محافظة الحديدة خصوصا مع دخول فصل الصيف وتدفق السيول التي تختلط مع مياه الصرف الصحي لتشكل هذه البركة الملوثة مؤخرا انتشر مرض حم الضنك الذي بات يهدد حياة المواطنين ومعه تتضاعف معاناتهم في ظل انتشار الحمى الذي لم يكن ينقص أبناء هذه المحافظة سواه ليفاقم مشاكلهم الصحية يرقد العشرات من المرضى هنا وقد حصد الوباء أرواح من أصابهم في السابق من الرجال والنساء والأطفال فليس ثمة من جهة تستطيع حصر الأعداد التي أصابتها حم الضنك حتى الآن إذ يجد البعوض الناقل للملاريا فرصة مناسبة في فصل الصيف للانتشار ونقل المرض خصوصا في غياب برامج مكافحة الملاريا والرش الصحي وانعدام حملات التوعية ظاهرة حم الضنك وانتشارها في الحديدة أولا نتحدث عن أسباب انتشارها وهي أسباب وجود موسم الملاريا أو بعض الملاريا اللي هو الناقل الأساسي لها وأسباب انتشارها بسبب سؤال النظافة ونقول المناعة الملاريا ما فيش برامج برامج حق الملاريا وعلى الرغم من مشاكل المحافظة المتفاقمة في الجانب الاقتصادي المتردي ساهمت حرب الميليشيا أيضا من تدهول الوضع الصحي وتسبب النقص الحاد في توفير الإمكانيات التشخيصية والعلاجية بالإضافة إلى الحصار المفروض على البلاد كل ذلك مثل هاجسا مقلقا لدى المواطنين من توسع المرض في ظل نداءات متكررة واستغاثات لا تجد من يستمع إليها قال رئيس اللجنة العليا للغاة عبد الرقي فتح إن الأسبوع المقبل سيشهد عودة أول مجموعة من اللاجئين اليمنيين في جيبوتي إلى ديارهم بعد أن تتم دراسة ملفاتهم من قبل الأجهزة الأمنية وقالت مصادر إعلامية أن هناك دعما قطريا لعادة مائة وسبعين أسرى يمنية لاجئة داخل مخيم أبوخ في جيبوتي من أصل أربعمائة أسرى في إطال بدء تطبيق خارطة طريق لعودة اللاجئين خلال الأسابيع المقبلة لم يعثروا على الأرض التي حدثهم عنها قائد القارب الذي أقلهم مقابل مئتي دولار وكل ما وجدوه صحراء تبعد عن العاصمة جيبوتي ثلاثمائة كيلومتر وتقترب من كل ما هربوا منه المئات من اللاجئين اليمنيين الذين أجبروا على الإبحار نحو الجيبوتي قبل عام من الآن فشلوا كما يقولون بالاستقرار هناك ومنذ اليوم الأول وحلم العودة يكبروا مع أطفالهم وأوجاعهم ولا يتحدثون عن غيره تقدر الأمم المتحدة عدد اليمنيين المقيمين في مخيم أبوخ بألف وخمسمائة لاجئة قدموا من مناطق مختلفة أبرزها تعز وعدا ويعيشون حياة تصفها بالقاسية وما أن سمعوا بوجود من يمكنه أن يلبي لهم أمنية العودة حتى ذهبوا إليه وإن كانوا لا يعلمون كيف للبلاد التي غادروا أنقاض منازلهم أن تستقبلهم من جديد وأن تمنحهم أمانا سليبا منهم قبل عام في موطنهم ولن يجدوه في سواه نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين المبعوث الأممي يعلن تأخير موعد انطلاق المشاورات اليمنية في الكويت لازمنا حريصين على الاستمرار مع الطرف الآخر حتى نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار الميليشيا تواصل خروقاتها في تعز وتظاهرات تندد باستمرار القصف والحصى اللجنة الإغاثية تكشف عن خارطة طريق لعادة اللاجئين اليمنيين من جيبوتي إلى منازلهم نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة